اهلاً أعزائي المشاهدين من واصل التعليم لتزني من جبل التطويبات طبعاً المسيح ركز على المبادئ الملكوت الشريعة الجديدة اللي بتتكلم عن النية من جوه وعن الدافع الحقيقي لأي فعل وبتعرفوا أحبائي كتير مرات يمكن الإنسان بيتساهل بيتنازل بقول طب ما هي بس نظرة طبعاً الله خلق كل شيء جميل حولنا لكن الطريقة اللي ننظر لهذه الأشياء الجمال بالعكس مش عيب إحنا منمجد الله ومنشكر الله على كل حسن وجمال لكن لما بتصل إلى حالة الشهوة الردية اللي بتتبلور في القلب لابد أن تنتج موت وهذا ما قاله الرسول يعقوب لا يقل أحد إذا جربه إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحداً ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتاً فإذا أحبائي بتبتدي يمكن من النظرة اللي هي النافذة اللي بتدخل لأعماق ولنفس القلب الله وضع نظام أحبائي من بداية الخليقة بيتكلم مكتوب عن أنه خلق رجل واحد وامرأة واحدة في الزواج يكون الاثنان واحداً ما جمعه الله لا يفرقه إنسان فإذا هذا النظام الإلهي الصحيح رجل واحد امرأة واحدة مش نساء ولا رجال فهذا القانون الإلهي ما يتعدهش الإنسان وإنه الجنس هو عطيه من عند الرب حتى يتكاثر الإنسان والشركة والعلاقة لكن الإنسان لما بيبتدي يطلع على نظام خارج نظام الله وعم بيطلب من الله وما تدخلش في حياتي ابعد عني لابد إنه منبتدي نحصد طبعاً عدم وجود الله في حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر